جلسات البنك الدولي أولا اختيار هذه المؤسسة الكبيرة جدا والعريقة جدا أنها تعمل جمعية هذه السنوية التي تتنظم في بلادنا هذه تيقة كبيرة القدرة بلدنا وهذا شيء جف العرض وجف البلاغ لقريته قبل قليل وأيضا يؤكد على أن بلادنا ليس فقط هي وجهة سياحية بمؤهلة هي بلاد التي حققت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وتحكمات في مجموعة المؤشرات المالية في هذه السنوات هذه نتيجة دي الواحد العمل اللي بدأ هذه السنوات واليوم المؤسسات اللي عبرت على التقديلها غير ما مرة من خلال ذاك الخروج للحكومة المغربية للسوق الدولية من خلال ذاك الخط الاعتمالي اللي موضوع الآن رهنة إشارة الحكومة المغربية وتقدر تستعمله في أي لحظة من خلال مجموعة من المؤشرات من خلال التنقيطات اللي تصدرهم مجموعة من المؤسسة الدولية واللي تتأكد على المناعة دي الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمات كثيرة جدا الكوفيد-19 والتضخم والتساقطات يعني الأزمات اللي مرمنها القطاع الفلاحي وغيرها من الإكرهات لكن بينات بلدنا على أنها عندها مناعة قوية جدا وهذه الإصلاحات اللي تقوم بها بلدنا وليس كتقوم بها فقط الحكومة بوحدة يقوم تقوم بها المملكة المغربية يعني بكل مكوناتها ويجبه أن نتوقف لحظة لكي نعترف وأن نتمنا وأن نعتز بهذه الإصلاحات واللي كتجي ترجمة لهذه الإختيارات التي تقوم بها هذه المؤسسات الكبيرة 12 ألف حوالي 12 ألف ومئتين مشاركا من مختلف دول العالم أزياد من 180 دولة يعني دول مختلفة من مختلف القارات وغادي تكون طبعا شخصية كبيرة جدا وغادي تكون مواضع كبيرة جدا سوف تناقش خلال هذه المدة ترجمة نانسي قنقر